بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبوثي رحمة العالمين أسكار هامة جدا جدا بما سامت الماء والهواء للمؤمن قصر فيها كثير من الناس كانت النتيجة انتشار الحوادث والبلاية والمصائب والكوارث ثلاث أسكار حول حضراتكم هامة جدا جدا وصعبهم عظيم جدا ولهم نقب عظيمة جدا في حفظ نفس المؤمن وماله وعرضه وأولاده وكل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السماء العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي من قاله في المساء لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح وفي الوقت الأخرى يامل دقوة هامة هامة أو عقرب أو حية أيضا من قال حين ينزل في المكام أعوضه كلمات الله التامات من شر ما خلق لم تصبه لم يلدقه عقرب أو هامة أو حية في يومه حتى يمسي وانقاله في المساء نفس الكلام أحد الصحابة رضي الله عنه قال يا صلى الله أرأيت أني البارحة لدى غني عقرب فرح صلى الله عليه قال له إيه؟ قال له لو أنك قلت بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات لم يدرك ما كانتش أرسك ما كانتش درك الإمام القرطبي رحمه الله كانوا يحدث بهذا الحديث وانشره بين الناس فلضغ بعقرب في يوم الأيام فرحت الناس يزوروا فكانوا يتعجبوا كنتم تحدث بهذا الحديث قال لهم نسيت أن أقول هذا الذكر في هذا اليوم يوم واحد فقط نسى لضغ وهو من هو في العلم وهو اللي بعلم الناس وعن أبان ابن عثمان رضي العامنا عن عثمان ابن عفان قال سمعت عثمان ابن عفان يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السمير العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلات أو لم يضره فالراجل اللي كان حصلت له مصيبة قال العلماء حصل له الشلل كما جاء في الحديث فقال لهم لما تنظرون ألي أو لما تعجبون والله ما كذبته على عصمان بن عفان ولكني نسيت أن أقول هذا الزكر في هذا اليوم وجاءت أثار النجارية في قبيلة من القبائل لدي قعد بعقرب ولم تشعب أي ألم ولم يصب أي شيء لأنها كانت آلة هذه الأثكار في هذا اليوم يعني لا أصبع أصش هم ولا أصبع ألم ولا أصبع أصش بحاجة لهم يصبها أي أزف من البن العقرب فهو حديث ثالث عظيم جدا جاء لأبي الدرداء وقيل له احترق بيتك قال لهم في نظر إليهم قالوا لا قالوا لهم لا لم يحترق بيتي قالوا له تعالى وراء ونزف احترق بيتك قال لهم لا لقد قلت ذكرا علامه لي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح لو قلته في يومي لم تصبني لم تصبني مصيبة قط قالوا تعالى فذهب معهم يعني فذهب معهم فإذا البيوت لاتي حاول بيوت بيت سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وحترق كلها بتحترق وسيدنا في بيت أبي الدرداء لم تصبه شرارة لم تصبه شرارة إيه الزكر ده تقول لهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت أنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم عوض بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ من بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم لو أناك قلت هذا الزكر تتقوله مرة صباحا ومرة مساء أن يحميك من كل الشرور ومن كل المصائف لو أنت أثرت في الأسكار دي لا تلومن إلا نفسك طاقة أي مصيبة أنا مرة رأيت إنسان مصاب في الشارع معرفوش سألته بعديني بعديني الشارع قلت أسكار الصباح النهار ده قلت أسكار دي أسكار دي أسكار دي ما طبيعي الصلاة الفاجر في الجامعة والأسكار اللي أردتها دي الوقتي دي أسكار الصباح أسكار دي لتحميك وتكفيك شر هذا كل اليوم يعني الإنسان يصلى الصبح في الجماعة فهو زمية الله ما صلاش ما بقاش في زمية الله ولا في معية الله والأسكار دي إلا ما قلتش الأسكار دي انتظر سوء لأن الأسكار السلام لم يقول هذه الأسكار ولما يعلمنا هذه الأسكار عبسا ولا لهوا ولا لعبا الأسكار دي لازم تحترم ودهي التحميك الحيوان في الغابة إذا غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ساعة يصلط عليه وحش يقتله يفترسه يقابل له بنص حديث رسول الله الحديث صحيح سيدنا وقر جاء له بصيد قال لهم ما صيد هذا الصيد إلا بغفلاتي عن ذكر الله سبحانه وتعالى سمعتوه من نبيكم عليه الصلاة والسلام الحيوان الأعجمي لو تغفر عن ذكر الله ساعة فازاي تغفر عن هذه الأسكار فالناس اللي بتقولش الثلاث أسكار دول تعلمهم وحفظهم وقلهم في الصباح وفي المساء علموا زوجتك علموا أولادك وأصحابك أي إنسان تعرف أنه مقصر لأن من غير الأسكار دي أي إنسان ما بيقولش الأسكار دي معرض للمصائب كل يوم معرض للمصائب وكوارس جمدة جدا لكن لو قلت الأسكار دي في الصباح اتماعينا على نفسك بإذن الله لننظر نسيبك بلاء كما قال الله صلى الله عليه وسلم تسيبه فجأة وبلاء الشوارع مليانة مليانة كوارس ومليانة خواطر مطباط بالوعات مفتوحة السيارات المسرعة الأبنية اللي بتبنى ما خاطر لا تحصل وإحنا محتاجين لهذه الأسكار ولا لا تلو مننا اللي نفسك لأكتب لكم كل الأسكار دي تحت الفيديو لا تنسيبه وتنشره على مقاطع نشر هذا العلم في صواب عظيم ومن علم علما فإن هو أجرم العبل بيوم القيامة لا ينقذ ذلك من أقوله شيئا لا تنسوش التشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يصل لكم كل جديد أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة